نقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية قولهم إن إسرائيل تسعى لإنشاء منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود غزة بعد انتهاء الحرب وبحسب المصادر فإن إسرائيل تسعى لإنشاء هذه المنطقة العازلة بين غزة وإسرائيل من الشمال إلى الجنوب لمنع التسلل إليها أو مهاجمتها من قبل حركة حماس أو أي أفراد آخرين وفي السياق ذكرت صحيفة فينانشل تايمز البريطانية إن إسرائيل تخطط لحملة عسكرية ضد حركة حماس وسوف تمتد لعام أو أكثر ناقلة عن أحد المطلعين على الخطط العسكرية أن إسرائيل لم تقترب حتى من منتصف الطريق لتحقيق أهدافها صحيفة وفي تقرير لها ذكرت أن الجيش الإسرائيلية يعتبر العمليات في شمال قطاع غزة غير مكتملة أو غير مكتملة نقلة عن مسؤول عسكري قوله إن مدينة غزة لم يتم غزوها بالكامل حيث تم الانتهاء منها بنسبة أربعين في المئة فقط أضاف المسؤول أن الهجوم البرية على جنوب غزة سيتم بالتوازي مع العمليات في الشمال حيث يتطلب الأمر أسبوعين إلى شهر للانتهاء منها وتشمل الأهداف الإسرائيلية وفق الصحيفة البريطانية قتل ثلاثة من كبار قادة حماس وهم يحيى السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى مع تحقيق نصر عسكري حاسم ضد كتائب القسام الذراع العسكرية للحركة وتدمير شبكة الأنفاق تحت الأرض ترجمة نانسي قنقر